موسيقى موسيقى أهلا بكم أعزائي الأفاضل في أول موجز إخباري للهار اليوم نقدم لكم مباشرة من قناتكم شوف تيفي ولا سهله بهذا الخبر حيث دعت المكاتب المحلية الثلاثة التابعة للنقابات الصحية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب كافة العاملين بمركز تحقل الدم بالرباط وكافة المناظرين والمتعاطفين إلى الانخراط بكثافة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظمها أمام مقر وزارة الصحة بالرباط وذلك يوم التلتاء المقبل وجاءت هذه الوقفة حسب بلاغ المشارك توصلت شوف تيفي بنسخة منها بعد أن أبلغت المكاتب الثلاث لجنة التقصي الوزارية في الاشتماعين المنعقدين يومين سادس وعشرين من شهر دجمبرا الماضي بعدما سمته الحججة ثابتة في تعنت مدير المركز الوطني لتحقل الدم في الاستجابة للملف المطلبي للعاملين بالمركز وكذلك الخروقات التي وصفتها بالخطيرة في أخبار الحوادث أكد مصدر أمني لشوف تيفي أن حارس أمن خاص وضع حدا لحياته مساء أمس السبت شلقا بإحدى الشقق الكائنة بالحي الصراعي لأغادير وأردف المصدر ذاته أن الضحية الذي كان قد اختفى على الأنظار لمدة وجد مشنوقا بشقة بعمارة تسمى تفاوين وأضاف أن رجل الأمن الخاص قام بلف عرقه بواسطة قطعة من الألومنيوم الذي يستعمل في نوافد غرف الشقاق وقال المصدر ذاته أن أسباب الانتحار ما زالت غامضة في انتظار ما ستسفر عنه مجريات التحقيق الذي باشرته مصالح الأمن بالمدينة فيما أسرت مصادر مقربة من الضحية لشوف تيفي أن الهالك كان يعاني قيد حياته مشاكل نفسية أثرت عليه بشكل سلبي مما دفعته إلى الانتحار نتحول وإياكم أعزائي الأفاضل إلى الخبر الدولي حيث أعلنت شرطة كوبنهاجن أنها تعتقد أن الرجل الذي قتلته عناصرها الأحد هو المسؤول عن الهجومين الذين شهدتهم العاصمة الدنماركية وأصفر عن مقتل شخصين وإصابة خمسة أخرين بجروح وقالت الشرطة إن تشجيل فيديو للمراقبة يظهر أن الرجل يقف وراء الهجومين الذين استهدفوا مركزا ثقافيا كانت تعقد فيه ندوة حول الإسلام وحرية التعبير وكنيس يهودية وكانت الشرطة الدنماركية أعلنت مقتل الرجل الذي كان قد أصيب في وقت سابق قرب محطة القطار إثر مطاردة للمشبه به نختم هذا المجز بالخبر الرياضي حيث قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة لدي الزمالك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس السبت إنه تلقى العديد من التهديدات بالقتل من داعش وزاد مرتضى منصور موضحا تلقيت العديد من التهديدات بالقتل في الفترة الأخيرة ووصلت إلى تلقيها من تنظيم داعش ولكنني لا أخشى وسأكمل مسيرتي مع الزمالك ولم يوضح مرتضى منصور وفق ملاحظة مصادر إعلامية مصرية حضرت المؤتمر الصحفي إن كان التهديد لأجل تركي بئسة مجلس نادي الزمالك أم لسبب آخر بهذا الخبر الرياضي نأتي وإياكم أعزائي الكرام إلى نهاية هذا المجز طاقم هذا المجز التقني والصحفي يحييكم في أمان الله قبل ما تخرجوا تابنوا في لاشين ديانا سور يوتيوب وبرتاجوا لكونتوني في لغيزو سوسيو وبلا ما تنسوا تديروا جيم ولم بغيتوا تشوفوا شاشة تشوف تيفي أنسام بالكليك في هذا البوتان وما فيها بس إلى خليتوا شي تعليق تعبروا فيه على أراكم اقتراحتكم وحتى انتقادتكم اشتركوا في القناة